اشتركوا في القناة وكورة خطيرة وكورة من وليد سليمان والهدف الثاني مبروك لنادي الاهلي كاس السابعة باستجلات الاهلوية اهلا بكم مجددا والى التفاصيل قرر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة حسام البدري عقب مباراة الترجي منح لعاب الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة على ان يستأنف الفريق ميرانه الاثنين القادم قبل السفر الى الامارات لخوض مباراة اعتزال حسام غالي قائد الفريق امام اياكس امستردام الهولندي يوم الجمعة المقبل وكان الاهلي قد تعادل سلبيا امس امام الترجي في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بورج العرب الاسكندرية في افتتاحية مشوار الفريقين بدور المجموعات بدور ابطال افريقيا على ان يواجه الاهلي نظيره كامبالا سيتي باوغندا في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في الخمس عشر من مايو الجاري اشتركوا في القناة